السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي واخواتي في كل مكان الجمدين جدا اللي في ظهره هو محمد الصيفي على ابطال افريقيا في الفيسبوك وكمان على اليوتيوب في ملعب الهداف النهاردة هنتكلم عن مباراة مهمة جدا 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 وهي مباراة الاهلي مع سندونز هو نهاي مبكر في الدور الافريقي او السوبر ريج الافريقي البطولة الجديدة المستحدثة مع الكاف والفيفا معا بطولة الى الان شهدت نجاحات كبيرة جدا وكان فيه مباراة كبيرة جدا اتعملت زي لقاء مثلا مازينبي مع التراجي اتفرقت عليه لقاء كان شرس بمعنى الكلمة والتراجي قدر ان هو يكتاز مازينبي وكسب وهيلاقي فريق الوداد فيه قبل النهائي اتوقع فوز الوداد لان الوداد حظه اعلى شوية من التراجي وكمان متمرس وفي اخر سنتين ثلاثة كان في النهائي مع النادي الاهلي بالنسبة بقى المباراة الاهلي وساندونز اللي هي مهمة جدا لفريق الاهلي والجماهيري النادي الاهلي ناس كتير اوي متشأمة من ان هيقابل ساندونز وهيقابله ثلاثة عصرا ودي حاجة احنا مش فاهمينها ان الكاف او الفيفا وافق على تعديل المعاد لان كل المباريات كانت في الساعة السادسة مساء فغريبة اوي ان هما يوافقوا ان ساندونز بحجة كده غريبة يقولك اصل الجماهير مش هتخش بعد الساعة ستة لكن الساعة ثلاثة العصر كل الناس بتقدر ان هي تيجي وبتقدر ان هي تكون موجودة طبعا ساندونز عمل حاجة جميلة جدا خلى الجماهير كلها تخش ببلاش بشرط يقول لابست شرط اصفر بتاع نادي ساندونز وطبعا انتوا عارفين هو بيلاقي الاهلي في الموعد ده خصوصا ان الاكسوجين وان هما اعلى من سطح البحر فعندهم هما واخدين على الجو ده واخدين على قلة الاكسوجين في الجو زائد الحرارة العالية الايام دي الحمد لله الحرارة مش عالية اوي يعني هتلاقي الجو لطيف مش بالحرارة الكبيرة اللي احنا كنا بقابلهم فيها ايام دور المجموعات فانا عايز اقول بس للناس حاجة لازم تكون بطسك في النادي الاهلي لو انت مبطسكش في فريقك يبقى ما تشجعوش واسف ان انا بقول كده مش من حق ان اقولك ما تشجعش ولكن لازم تكون عندك الثقة مش هقولك بقى الزايدة لكن لازم تكون وصك في فريقك النادي الاهلي مخسرش ولا مرة في المباريات الاقصائية من ساندونز ورجع التاريخ هتعرف اللي انا بقوله لك النادي الاهلي لما شاء الخمسة الاولى والخمسة التانية كان في دور المجموعات وطبعا كلنا عارفين النادي الاهلي في دور المجموعات بيبقى واكل حس واكل فول يعني متعاشي زيادة شوية في حاجة غلط بيبقى في حاجة غلط بيصعب بشكل انفس ولما بيصعب بشكل انفس وبياخد الخمسة من ساندونز بيفوق وبياخد البطولة فاللي عايز اقوله ان النادي الاهلي لها وان فريق النادي الاهلي مش سهل بتاعه قوي جدا طبعا الناس كلها متخوفة ان امام مش موجود في المطش الاولاني وكمان معاه احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر فيه شكوك كده ان هو ما يحضرش المباراة تانية كمان بس هتأكد من حاجة وارجع اقول لكم امام عشور كان عنده اصابة وكلر قال لا انا ريحه يكمل تدريب البدني بتاعه واستغله في القاهرة في مباراة العودة خد ما يكفيه وخد كمان كريم ندفيد بعد ما رجع من اصابته وتعافى تماما كريم ندفيد ان شاء الله هيكون ان شاء الله يعني لها وبإذن الله هيبقى ليه دور بإذن الله انا حاسم هيبقى ليه دور كبير في المباراة اللي هناك معه كوكا ومعه ندفيد في رقم ستة ومعه مروان عطية طبعا في تمانية معه افشا ومعه اكتر من لاعب معه ديونج السلائة لسه مش عارفين ايه الدنيا لكن ان شاء الله الاهلي انا متفائل خير هناك والله العزيم يا جماعة متفائل خير ان شاء الله بإذن الله هنرجع بإيجاء بمباراة إيجابية ان شاء الله من هناك من بريوتوريا ويا ريت يا جماعة نتفائل عشان الناد الأهلي هو اللي بيفرحنا وهو الفريق الوحيد اللي بنحس معاه بالأمان ان في حاجة في مصر حتى بتدحك الواحد شوية او بتخرجه عن همومه واللي بشوفنا لحد دلوقتي دعمنا بلايك وشير وسبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب في ملعب الهداف ولو بتشوفنا على الفيسبوك في بيج أبطال إفريقيا يعني بقى فولو ومتابع وشير على قد ما تقدر كان معك محمد الصيفي من ملعب الهداف على اليوتيوب وصفحة أبطال إفريقيا على الفيسبوك حبكو في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته